السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي كبيرات عاملين ايه? وحاستون جدا 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 جدا. الفيديو النهاردة هيكون عن وعن دوت اللي المفروض ان انا مجربه بقى لي فترة طويلة جدا من ولكن ما كنتش حاب احكم عليه في وقت غير الوقت اللي المفروض يستخدم فيه عشان مظلمهوش. عشان اه يعني ظلم الناس حرام وظلم برفرات برضو حرام. بصوا بنات ده بالنسبالي اه اول ما اشتريته اشتريته وانا اه عايز اجيب الورجين الاتقل من القدودو باليد يعني انا كنت عارفة ان القدودو باليد بتاعو منتشر جدا والناس كلها بتحبوا بس انا كنت جربته زمان كده في كاتالوج ويعني عارفين اللي هو ماشجعنيش قوي ان انا اشتريه بس كنت عايزة جيب الودو برفيوم منو ومحتاج عملت الشاشة و محتاج ومحتاج انا اشوف ايه انه فيه يا انا كان عندي من العيلة بتاع ديفاين ديت اللي هي اللي هي مش اللى هي التقيلة الشرقي الكبيرة اللي فيهم. وقلت اجيبها حاجة صيفي. طيب البرفيم ده تيهاب لما جربتي حساتي بايه بصوا البرفيم ده وقت ما جربته في الشتاء كنت يعني حاسة ملوش لازمة. خفيف ومش حباه وكده عارفين اللي هو مش بتاع اصلا الوقت ده. لكن انا جربته اليومين دول تاني وبجد حبيته جدا. البرفيم ده بصوا شكله اصلا الشكل الازازة يعني بقى انسوي اكتر كمان ما كان. بقى شكله لطيف وحلو قوي. اه اكتر حاجة عجبتني في البرفيم ده هو السبات اللي ما كانش متوفر في البرجان القديم. لان ده سباته اقوى شوية. هو اوضو برفيم وفعلا اوضو برفيم انا حطيته على ايدي وعلى الجلد يعني وفوض القاعد على الجلد عندي اكتر من خمس ساعات ودي حاجة كويسة. اه من رشة واحدة على فكرة. طيب تعالوا بقى اكلمكم على التكوين العطر بتاعه. البرفيم ده المفهود ان هو مصنف ان هو زهري خشبي في بودرية المساحي يعني اه وبنفسج وفي زهور بيضة وفي اه فكهة وفي مسك وفي اه لون اخدر اللي هو النوتات الخضرة زي البمبو وصفير الماء والبلاب. طبعا البمبو بيديله طابع خشبي اما صفير الماء دوت بيديله حاجة كده زي اه عارفين احساس الهية حاجة خضرة بس من الدية فيها ندى. وطبعا بنفسج بيديله بودرية مع اه سويتي بسيطة جدا في الاول. اللي بلاب برضو بيديله احساس كده اخدر برضو منادي. اه الكوي بيديله احساس اه اه اللي هو حمدي على حلو. عارفين كده اللي هو اصلا كل الفكهة الاستوائية في الغالب بتادي الاحساس ده. بعدين هيتلاقي اه الاركيد والاركيد هنا اه نوتة صناعية سنتاتيك شوية. بس حرفيا الاوركيد بيعلي من البرفيم انا بحبها جدا. اه بتديله كده احساس اه كأنك شم حاجة بلاستيكية او ظهرة بلاستيكية في النص بس رحيتها حلوة. الزنبك طبعا غني عن التعريف بيدي العطر اه نوتة زهرية اه فيها اه هو فيها ندى. اه الفريزيا نفس الكلام اليسمين الورود وهنا الوردة اللي مستخدمة في الغالب هي وردة شبه الوردة الضمشقي اللي بيقولوا عليه ملك الورود وكده فهي وردة اه عارفين نعمة كده وبتدي احساس فكهة شوية وبتدي احساس اه اخدر كمان يعني بتدي احساس كتير وبرضو بتدي احساس خشبي في نفس الوقت. بعدين القاعدة ودي اكتر جزئية محببة ليا في البرفيم دوت. القاعدة بتاعته عبارة عن برقوق وخشب صندل ومسك. انا التباني عارف ان انا بحب نوتة البرقوق في العطور ومعنديش اي مشكلة فيها. وهي اكتر حاجة خلتني احب البرفيم دوت بعد لبقى نفسك طبعا. لان انتو لو خدتوا بالكو النوتات اللي في النص معظمان انا بحبها. حكمك ايه على البرفيم دوت? من اول رشة بتحس ان انت حاجة عادية. عارفين ريح تلبسين? انا بحس في كده اول ما بشمه بحس ان شم ريح تلبسين بتاع النوادي دوت اللي انت لما بتخش اي نادي او او اي مصيف كده ريح تلبسين شبهها قوي. ريحة فعلا صيفية مائية منعيشة جدا تحس ان انتي بتشمي كده هوا هوا مية وهوا. شوية يبتدي يهدى حبتها ويبتدي يظهر معاكل بنفسك بودريته الجميلة. وهنا بتبتدي ان انت يتميزيه جامد يعني بيبقى باين او ان فيه بنفسك فيه واضح هنا. بيبتدي بقى تزهر معاكي بودرية نعمة مسكرة كده. وبعدين شوية بتبتدي تقلب البودرية ديت شوية على ريحة ام ورود اللي هي الوسط بتاعه. وفعلا فعلا بيبتدي يظهر معاكي بقى السكرية والبودرية اللي موجودة في الاخر اه مع خشب الصندل والمسك وكمان البرقوق. البرقوق هنا بيدي له احساس مسكر كده شوية. عايز اقولك ان الفاكهة مش باينة قوي في العطر ده. هي بس بتلعب يعني لعبة كده من تحت. عارفين اللي هي تحسيها متدياله خلفية. لكن هي واضحة وضوح الشمس اللي هي انت بتشتريه عشان ده في برقوق. زي مثلا ايبا لورينج. لا. لا مش نوتا مسيطرة. النوتا المسيطرة هنا فعلا هي البنفسج. هي اللي هتحسيها الوطر الحساس. مخلية البرفيم ده مصنفاه كده ان هو زهري من الاخر. هو زهري مائي. البرفيم ده الفكرة مش هتحسي بقى بحالة وتغيرو انت بتتحركي. اول ما تتحركي هتحسي بقى ان فيه هوا كده بيجيلك من كل النواحي. وتبتدي ان انت فعلا تلاقي فيب كده مسكر. الله على فيب كده بنفسج. الله عارف الوقت تبقي ماشية بتحسي ان نوتاته بتتنوع قدامك فعلا لما بيبتدي ان هو يعني فيه هوا بيجي لك. انا غيرت رأيي عن البرفيم دوت. يمكن اول ما جبته لو كنت عملت لكو عنه مكانش هيعجب حد فيكو. كان ممكن تقوله ان انا يعني ما بحبش الظهور او ان انا متجنية عليه. لان وقتها فعلا وقت ما جربته ما كنتش حباه ابدا. لكن البرفيم دوت في الجو اللي احنا فيه ده حلو جدا. وده اكتر حاجة تثبت ان فعلا العطور بتتغير مع تغيره الجو يا بنات. يعني انا مش عارفة ازاي فيه ناس الغادة الوقت ما بتعترفش ان فيه عطور صيفي وعطور شتوي. لا فيه عطور صيفي وعطور شتوي وعطور صباحية وعطور مسائية. فيه عطر فعلا تستخدمين الصبح تبقي مخنوقة منه لكن بالليل يبقى جميل جدا. الوقت بيفرق جدا في العطر. ولو ما كانش كده ما كانوش يعملوا برفانات مائية عشان تبقى خفيفة للصيف وبرفانات جورماندة تقيلة فانيليا وشتوية وتدفي كده للشتة. بس هو ده آآ كان وصف البرفيم كنت عايز اقولكو بقى حاجة بالنسبة للسبات. الناس اللي بتقول هو طب سباته عامل ازاي او هو فعلا قدو برفيم ولا زي القدو تولد سباته او انا ما جربتش القدو تولد سباته قدية بس ما سمع كده معظم الناس كانت بتقول ان هو سباته ضعيف جدا وياريت بس لو تقيله شوية لو الشتة بس تتعلي ثباته هيبقى فضيع ورائع ومش عارفين. البرفيم ده انا شايفاه بالنسبة لي ثابت ثبات الاوتو برفيم بتاع اورفلام العادي. يعني هو الاوتو برفيم قوي قوي اللي هو ممكن يوعد معاكي اتنشر ساعة مسلا هو اصلا اوتو برفيم ما بيوعدش اتنشر ساعة بس عمتا يعني لو انت محتاجة ان حاجة تقعد معاكي يوم كامل او كده لا هو بيهدى مع الهدوم فوحانه كويس لو رشيت منه حلو بس بعد كده برضو بيهدى يعني فوحانه ممكن يوعد معاكي نص ساعة ولا حاجة فوح بعدين زي ملتلك كده مع الحركة بقى بيبتدي بنحلوته وبيفضل بقى اه قريب جدا من جسمك يعني لازم ايه اللي مسلا يشمه يحضونك قوي كده عشان يحس ان الريحة او يقعد جنبك يبقى حسس ان الريحة بتاعتك وصلوله. ااا البرفيم ده عجبني جدا ثباته انا لقيته مسلا قعد معي حوالي الخمس ساعات حلو قوي قوي على اوتو برفيم من اورفلام. بصوا اورفلام ما بتعتمدش على الثبات في العطور قد ما بتعتمد على جودتها. يعني انا بحس ان اا او انا عمتا لما بدفع فلوس في عطر بدفع فلوس في جودته قبل ثباته. يعني انا عندي حاجات كتير ثبتة ورخيصة على فكرة ورحتها مش حلوة. يعني انت بتستخدمها بتضرك. ابسط واحد فيهم اللي هو بتاع بريف اللي انا كنت مكلميكو عنه قريب دوت اللي هو اسمه سينوبيوتي تقريبا. البرفيم ده ثابت ثبات رهيب يخربيته. ثابت جدا. وتقيل وفواح. قوي. فواح لدرجة وخنقت. بس رحت وحشة. جودته وحشة. اا لما بتحطيه فعلا بتصدعي. اول ما بشمه بصدعه والماغي بتلف كده. فا اا يعني سبحان الله وسعر قلال جدا برضو. فلو انت بتجري ورا السبات بغض النظر عن الجودة وعن الريحة وعن المركبة. لا ده ممكن تلاقي الحاجات دي كتير. حاجات السبات دي ممكن تلاقي حاجات الرخيصة. اصلا ابسط حاجة لك هتلاقي التركيب يعني. لكن لو انت بتدوري على جودة بتدوري على حاجة ما تقزيش جيوبك الانفية. انا بحب اورفلام جدا. اا يمكن اكتر كمان من ايفون في حتة جودة العطور. بحس ان جودة عطور اا اورفلام مش مؤزية ابدا اا للجيوب الانفية. اا وايفون برضو بس اورفلام اكتر. بحب نققها. بحب ان هي نقية. وطبعا اا اولا واخرا هفضل اقولك ما تشتريش. واوعد فقري تروح الجيبي اورفلام. بالسعر اللي فينزل بيه دوت بتاع الكاتالوجات اللي هو سبعونية وتمانونية جنيه في عطر. لا انت جيبين من الناس اللي بتبعها حلقة وصعار. يعني العطر ده انا كنت جايبها تقريبا بمتين وحاجة. اا اا متين واربعين تقريبا. واول ما نزل يعني دلوقتي ممكن تلاقيه سعر وقال كتير. اا الحاجة اول ما بتنزل بتبع اغلى يعني. بالنسبة بالنسبة للناس اللي هتحبه. الناس اللي هتحب العطر ده هي الناس اللي بتحب البنفسج اللي بتقدر الظهور اللي بتقدر البرفنات المائية. الناس اللي بتحب البرفنات اللي فيها ريحة بودرية بنفسج. اا على على فواكه على ظهور كده خفيفة. هي دي الناس اللي هتحب البرفيم ده. الناس اللي حبت جوسي كوتور جوسي كوتور اللي انا اتكلمت عنه قبل كده هتحب البرفيم ده. الناس اللي بتحب اا بيربري لندن واجورداني جولد وبتحب الحاجات اللي هي الزهرية شوية الميلي على مائي هتحبو اي حد بيحب البرفونات اللي هي فيها بنفسج هيحبو لناس اللي حب تريد جينز هتحب البرفوم ده جدا هو البرفوم ده نفس الكاتجوري نفس الزوء ده الزوء الزهري الارجواني كان نفس اقول لكم ان الناس اللي بتحب رقامزز هتحبه ولكن رقامزز مسكر اكتر بكتير البرفوم ده معتدل مفخوش السكرية دي هو تحسوه زهري اكتر مي لان هو زهري اكتر من ان هو يكون مسكر او فاكهي هو بنفسج مسيطر فيه اكتر هو يعني محتاج حد فعلا بيحب الزهور عشان يقدر يقدره ويفهمه غير كده بالنسباله هيبقى ده معطر جوه بالنسباله برفيوم عادي جدا مالوش لازمة زي مساحية الغسيل عارفين فيه ناس بتشبه البرفوم اللي هي فيها بنفسج بالحاجات دي فطبعا كل واحد حري في رأيه يعني انا ساعات بحس ان انا شم في ريحة يوستفندي وساعات بحس برضو ان انا شم في ريحة حاجة معدنية مش عارفة الناس اللي جربته شمت في نفس الكلام ولا لا بس عايزهم يقولولي وده كان كل كلامي عن العطر ده عايزة قرنه بقى بقى ايدل بالنسبة لديفاين ايدل يبنات هو عطر الشرقي وانا مو قلتش عنه ان هو وحش حشان بس هو اتفهم الريفيو بتاعه غلط انا مش حباه عشان انا مش بحب الكاتجري دي النوعية دي من العطور اللي هي زي بوسز زي مؤخرا انا زوقي اتغير ممكن كنت حبة زمان يعني من سنة كده ولا حاجة وقت ان فرحت القناة حتى كنت موهومة بي لان وقتها كنت بحب الزوق ده انا زوقي اتغير على مدار السنة دي كتير جدا طبعا اللي ساعدني في كده ان انا جربت حاجات كتير من الفلام وفي الفترة دي عشان القناة غير الحاجات اللي عندي اصلا فابتدى ان انا زوقي يتغير لكن ايدل انا شايفة كمان احلى كمان من بوسز ريحته مسكرة اكتر من بوسز بس هو النوعية اللي ميلا ناحية لدي مليون ومون باري والحاجات دي انا ما بحبهاش نفسيتي ما بتقبلش النوعية الشرقي دي او التقيلة بالشكل ده فيمكن هو ده بس اللي مخليني مش حبه ايدل لكن هو ريحته حلوة بس ما اقدرش اشمها على هدوم كتير عارفين اللي هو اشمها من بعيد كده فيب حد حطتها تمام لكن انا افضل حطها لأ وكمان بختلف مع الناس في ثبتها لان انا بالنسبة لي ثبتها بعيف في ناس تانية شايفة ان ثبته قوي فهي حرية شخصية فهمي بالنسبة بقى الاختلاف عن ايدل بصوا بنات انا بالنسبة لي لو انا هكارم ما بين دوت وما بين ايدل فانا هشوف ان دوت صيفي ايدل شتوي لو هقول اللي هي الزرقة مائية ايدل تقيلة ايدل تحسيها فيها سنة خشبية فيها فكهة اكتر فيها سويتي اكتر دي فيها زهور اكتر اه ده يمكن الفروق الجوهرية لما بينهم ان دي تستخدم في الربيع وفي الصيف التانية تستخدم في الشتاء اه التانية اتقل لكن لو على الثبات بعد ما دي بقيت اودو برفيم انا شايفة النسباتهم قريب جدا من بعض اه مش وحش خالص فهو ده بس الفرق اللي ممكن يكون جوهري ما بينهم ده بتاع العطور دوت حاجة شخصية جدا على فكرة بنات انا ممكن اشم في العطر ده حاجة انت تشمي فيه حاجة تالتة يعني مش تانية حتى حاجة مختلفة خالص عن الحاجات اللي موجودة فيه عادي جدا كل واحد منخيره بتلقط الحاجة يا اما اللي بتحبها يا اما اللي بتديها انا واحدة من الناس منخيري دايما بتلقط في العطور الحاجة اللي بقرها يعني لو العطر ده فيه نوتة انا بتحبهاش لقيها هي اللي بارزة معي فيه ناس تانية لأ لو فيها نوتة هي بتحبها هي دي اللي بتبرز معها وتقام ركزة مع النوتة اللي هي ما بتحبهاش فاااا يعني لو لا اختلاف الازواق لبارة السلع ودي طبيعة البشر احنا مختلفين في كل حاجة يعني اكيد ذوقنا الشخصي برضو هيختلف وطبعا الاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية انا اصلا مش بفهم الناس اللي بتختلف في ازواق شخصية وتزعى الاوي لما حد بيقول عن حاجة وحشة هي بتحبها دي ازواق شخصية وتجربة شخصية مالهاش علاقة باي حاجة تانية رغم ان عادي يعني احنا كلنا بنختلف في كل حاجة ما جاتش على العطور بس بناية اهو ده كان الفيديو يا ربكم اعجبكم يا ربكم استفدتم ان شاء الله شوفكم تاني فيديو جديد فيديو روحته احلى مع السلامة